السلام عليكم ومرحبا بكم معايا على قناتي اللي هي قناتكم طبيعة الحال فو ننطبخ مع حنان اليوم جيتكم بواحد طاجين بمداق الحوت ولكن بدون سمك يعني كيجي لديده رائع هو فقط بصدر الدجاج ولكن منندقوه بحليلة بالحوت ما تنسونيش بلايكات ديالكم ولي كومنتر ديالكم ولي ما زال ما شاركش في القناة مرحبا بيه بقوا معايا باش نشوفو طريقة ديال التحضير هنا كان اخدو صدر ديال الدجاج ونتحنوه بحل كفتة يعني كفتة ديال او لحمة المفرومة ديال الدجاج هنا غادي ندير واحد راس معلقة ديال تحميرة راس معلقة ديال الخرقوم الكمية ديال لحم الدجاج كتبقى على حسب عدد افراد العائلة هنا راس معلقة ديال الفلفل الاسود او السودانية راس معلقة ديال الخرقوم هنا الملعقة اللي كانستعمل كما ركو تلاحظو الملعقة الكبيرة هنا هذا اللي كانفرت فيه هي توم بودرة كيم كلكم تستبدلوها بتوم طبيعي يعني ماشي مجفف هنا على جنبا اخديت واحد نص كاس ديال الاروز ودرتو في الماء هكا يتطلق شوية في الماء عادي ومن بعد صفيتو وضفتو لهاد الكفتة يعني لهذا لحم المفروم ديال الدجاج يعني كتقول كيميا ديال الاروز مهمة الشي اللي كيخلي منها يعني صراحة كتجي هاد الوصفة بحليلة بالحوتس وما دقزوين بالساف هنا كناخد واحد البلعقة كبيرة ديال الزبدة فقط عفوان باش ترين ديال الدجاج يعني يجي طري وكنعرفوا بلا صدر ديال الدجاج رهما شي ميدوم لهذا نضفت لوحد شوية ديال الزبدة وكا تبقى اختيارية هنا خلط هاد المكونات ضفت هنا شوية ديال الربع مقطعين يقص برمعد نوس من جيها اخرى خديت واحد البصالة كبيرة واللي قطعتها هكا شرائح او لمربعات درتها فطاجين انا درت فطاجين كيمكلكم كذلك اديرو في مقلاز او لفطانجارها هادية ولكن فضلت انها طيب فطاجين كجي رائعة وبنيدة درت هنا واحد وجمال عاق ديال السيت مع هذيك الباصل وغادي نخلي وديك البصلة هكا حتى كتنزل مزيان هنا انا كندير هاد الحديدة هكذا تحت من الطاجين باش ما يتحركش وباش نقدر نخليه يطيب على خاطره سافي هنا بعد ما عدي تلاحظوا ان البصلة بدت سافي تنزلي وتتغير اللون ديالها انا هنا كورت هذيك الكفتة هكا كويرات متوسطة للحجم وغادي نسترها هكا فوق هاد البصلة حتى كنكمل كيميا ديالي كل هاكا نسترها وغادي نرضى عليها الغلاقة ونخلي هذيك الكفتة ديالي حتى بحالي كنلاحظو ان بدي يدخل هاد طياب نغلقت عليها وخليتها حتى كنلاحظو ان اللون ديال هذيك الكفتة او لا هذيك الكويرات ديال التجاج بتاكي تغير اللون ديالهم غادي ناخدو هنا واحد زوج ديال طماطم محكوكين يعني في الحكاكة الرقيقة وغادي نضيفوهم فوق هاد فوق من هاد الكفتة عفوا طماطم انا فقط دفت لها واحد شوية ديالتوم واحد شوية عفوا ما صورتها لكم شوية ديالتوماء وشوية ديال الملحة وشوية ديال إبزار سوف هنا غادي تطيب في واحد على نار مهيلة يعني ما عاديش نضيفوها نهائي اللماء نخليها الطيب على نار مهيلة هنا من بعد ما طابت طاجين ديالي لي ما دفت له حتى نقطة ديال الماء يعني نيائيا ما دفت لاش الماء فقدرتو على عفيا مهيلة مع ذيك البصلة اللي كتكون فيه في الأسفل كتطلق الماء ديالها وهكذا كيتب ديال الأروز لي دلتناه معها تاكل اللحم تجي فعلا زوينة و رائعة و الديدة بسبسب تجي فنة رائعة يعني و احنا كان عارفوا بان انتجاج ما كياخدش وقت كبير في الطياب كذلك الارز نتمنى ان هالطاجين يعجبكم و تجربوه كي يجي زوين بزافنا هنا قدمته مع البطاطس المقلية ما بقالي غير نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و الى فيديو اخر ان شاء الله